عبد العزيز في العلاوي نائب الأمين لعامة 11 مغرب فيما يخص الموقف دي الاتحاد من الزيادة في غزل البطان فعبرنا عليه في حينه من خلال البلاغ الصادر على التحادة الوطن الشرور المغرب واللي فيه علنا على هاد الوقفات الاحتجاجية اللي غد تكون في مجموعة من الأقليم واللي غدت لها نقبة أخرى مركزية سننضمونا وقفة مركزية لأن ارتفاع غزل البطان لا يؤثر فقط على الغاز في حديداته ولكن يؤثر في الضورة الاقتصادية برمتها فالإنتاج نحن نعرف بأنه الانتاج الفلاحي في مجموعة من سلاسله يعتمد على غزل البطان فهذا سيؤثر على الأتمينة حسنا نعرف بأنه تزاد 25% أو 20% في غزل البطان كانت 40 درهم واللغة 50 درهم رأى تزاد 10 درهم رأى 25% رأى الربوع رأى الربوع ديال 40 درهم هي 10 درهم وغاد يزيد 10 درهم أخرى بمعنى غاد يزيدوا 25% أخرى وفي السنة التالية غاد يزيدوا 10 درهم أخرى غاد يزيدوا 10 درهم أخرى احنا وصلنا للمضاعفة ديال الثمان ديال الغاز وبالتالي هذه الحكومة التي تقول بأنه دولة جماعية أين هي الإجراءات لتحقيقها الدولة الجماعية إلا كالأجر اليوم لا يستطيع أن يلبي حاجيته الأساسية الحاجية الأساسية للأجراء وفي مجموعة من العداد كبير من الأجراء لا يستطيع أن يلبي حاجيته الأساسية الطبقة الوسطى التي هي مكون أساسي في تنمية الدولة الاقتصادية أصبحت مسقوطة يعني مسحوقة الآن احنا تبعنا التقرير ديال المندوب السامي للتخطيط شنو قال قال لك أكثر من 82.5% من عادة الأوسار المغربية أصبحت غير قادرة على الادخار ولجأت إلى القروض الاستهلاكية ما معنى هذا ما معنى القول بأن 82% بقاو مشاور جعون القروض الاستهلاكية لتغطية الحاجية اليومية بمعنى أن الأجر لم يعود كافيا هذا القطاع الخاص اللي جوزة دو 15% 5% في 2025 و 5% في 2026 واشهدك الأجر في القطاع الخاص ما غير يشتريش البوطة ما غير يشتريش الماكلة حتى في 2026 لا يمكن لا يمكن أن تتبجح الحكومة اليوم بأنها دولة اجتماعية بأن حكومة لا توجه اجتماعي واشهد الأجر اليوم اللي رحلوا لي الزيادة ديرو في القطاع الخاص الـ 25 و 26 سينتظر هذا الغلاء غضية بطلة لا يمكن ولذلك فهذا موقف دينا تابت بأن هذه الزيادة غير مشروعة ومكلفة وستزيد الوضع الاجتماعي تعقيدا ريدا شاروف نائب الأمير العام اتحاد الوطن الشغل المغرب إذن هذه الوقفة هي وقفة احتجاجية انذارية رمزية كي يحضرون لها أعضاء المكاتب المجالية في دياب الجهة الجهة الريباط السلقوني طيرا فهذا الوقفة بالطبع كأن هناك وقفات إقليمية في عدد من المدن للمملكة وهي وقفة بالطبع كما قلت هي احتجاجة انذارية لأنه كان هناك غلاء المعيشة غلاء الأسعار القدرة الشرائية للمواطن المغربي تضربت بمعنى أنه أصبح عاجز رغم هذه الزيادة اللي كنتسمعون اللي همت بعض القيطع الخاص وهمت بعض الموضفين ولكن هذا ما كي ما كيتوافقش مع الزيادة الانتعال الأسعار ولسهي متع البنزين كما تعلمون أنه هاتي الزيادة الانتعال البنزين اللي ما كتنقصش مهبطش على أقل 13 درهم منذ تقريبا أكثر من سنة وهذا للأسف أنه كي يؤدي بطبع إلى ارتفاع كل المواد الأساسية المهمة بسبب المواطن اللي كي يستهلك ولي كي يحتاج وهذا للأسف هاد كما قد زيادت ولو تكون لا تتنسب حقيقة مع الغلاء ديال المحروقات وهذا المحروقات كان ممكن حقيقة بحكم أنه رئيس الحكومة هو صاحب شركة شركة كبيرة كان من المفروض كان من المفروض أنه يلقى واحد حل على أساس تلك المنافسة اللي كانت درت كان من المفروض أنه كل شي نقص ولكي للأسف أنه متفقين هاد صحاب الشركة على أساس أنه كي نقصوا كل واحد كي نقصوا واحد 10 تحص سنتين كأن الأمر لا يتصور لمواطنة غريبة أنه سيبدل الشركة على جوج دريال ولا أربعة دريال وسبحنا هذا المصطلحات هذا هو الذي كنا نتحامل به فيبدو أنه تحرير بحقي هذه المحروقات التي كانت الفكرة على الأساس يكون تنافس ويكون يتنفس على الأساس أنه ينقص من السعر البنزين ولكن للأسف هذا الأمر لم نرى أشياء ونرى على الأكس أنه محل ومتفقين ونبقوا متواطئين وكانت من الفرود على الحكومة على الأساس تنقص حسا في الضريبة على أساس أن تنقص حسا في الضريبة وكأن الدولة تستفيد ومواطن يتضرر إذن هذه كلها أمور الحقيقة التي لم نفهمها شيء والسكوس الحكومة رغم أنه هذه الأسعار التي تجلب عدد محتجاجات على المواطن المغربي وعدد القطاعات على ذكر العادل والجماعة والفلاحة كل هذه الأمور لأسف لا تجدوا أدنى صغية على أساس لكي يمكن لا تتضبر وندوزوا من هذه المرحلة لإحتجاجات وكتجي هذه الوقفة نتيجة الغلاء والأسعار الذي يعرف واحد الارتفاع مويل على جميع الأسعاد والذي يضرب القدرة الشرائية المواطنين المغاربة بجميع الفئات ديالهم واللي كان نجده الناس الأكتر تدرورا هي الفئة اللي عندها القدرة الشرائية جد جد ضعيفة واللي ما عندها شي مدخول اللي ربما يعني سيغتدوك المياومين ولدوك الناس اللي يعني كي يحاول يدبر المصروف اليومي هذا اللي كان اسميته إذن هذا الوقفة ديالنا كنحاول نعبره على الغضب ديالنا من هذا الارتفاع وهذا التضخم اللي كان يضرب القدرة الشرائية ديال الناس بصفة عامة وديال المواطنين المغاربة بصفة خاصة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك